استقبل صاحب المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالديوان الأميري اليوم استقبل سعادة محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات وعدد من المسؤولين بالمجموعة الذين اقحت طوابع بريد الإمارات لأقدم لؤلؤة بالعالم وأطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين على إصدار الطابع البريدي الذي يحمل صورة لأقدم لؤلؤة في العالم والتي تم اكتشافها في موقع أم القيوين 2 وتعتبر أقدم لآل طبيعية عرفت إلى الآن ليس فقط في الخليج العربي ولكن في العالم بأكمله وهي تنتمي إلى نوعا من المحار الذي يسهل صيده وأقام صاحب السمو حاكم أم القيوين بالتوقيع على الطابع البريدي الذي يحمل إصدار طابع بريدي عن أقدم لؤلؤة بالعالم تكتشف الإمارة من عام 7500 قبل الميلاد أردار ما تزال متواصل بقو معنا حيث تتابعونا بعد الفاصل تزامنا مع اليوم العالمي للسكري جمعية ترجمة نانسي قنقر